اشتركوا في القناة وكأننا في قانون الغاب هالسيد تيجي القناة تشوف تيفي والسيد الرئيس عنده حق الرد حق الرد مكفول لرئيس الجماعة لأن الاتهامات اللي تيقول هالسيد خطيرة وكأننا في قانون الغاب في حين النادي دولة قائمة وعندها قانون ديالها وكي اللي جاند الرد الحمد لله والواقع وما نراه من المحاكمات في بعض السياسيين مؤخرا ربما حدث سفق له كل مغرب الشرفاء صاحب الجللة ما من مرة يناشدوكم عبر الخطابات الملكية ديالو شوف بات السيدة شبايلة السلام عليكم السلام ورحمة الله بخير السمية ديالك واش من مدينة جتي اليوم باش تتوصل واحد تصرخة حستي بالظلم قلتي تتقهرت شوف خوت كل مغربة وعاود لي اشوق عليك أخويا السلام عليكم الاخوان أنا سمية ديالي سويس يونس من المنطقة ديال الحد بحسوسيني قلتي مخني فراغ عندي واحد القطعة أرضية في السبت ايت راحو جيت عند رئيس الجامعة ديالي سبت ايت راحو قلت لغيت شهادة ايدارية قلت لجيب ليشي واتايق جيتهم له حطيتهم الواتايق كاملين قلت لينتال أصل ديالك سويسي مهم كليش نعطيك شهادة ايدارية الجا جئت عند سيد العامل طلبت منهم خرجوا لي لجناء جاءت لعندي ديالي الجناء قل ليون رئيس ديال الجامعة مهلا لها تتعدى عشرين يوم نعطي له لها تسي مهلا ديالعشرين يوم يمكنني من شهادة اليدارية الاخوان الصوت واشراء مزيان الاخوان واشراء الصوت مزيان جيت عند رئيس الجامعة فاش ديالياليالعشرين يوم قل لي أنتما صوتتيش عليا سوف ندير فيها تبليت وسوف ندير زنقاء وصير عد العامل يعطيك إلا بغي يعطيك ونرى نتلفت مع عقيت راسي فين غال نمشي في هذه المغربة هذا مخليت فينا إدارة دقية مخليت هنا المحكامة مشيت لها أي حاجة مشيت لها عندي القانون ديالي وعندي الحق ديالي وما بغيش تسيدي يعطيني وهالحجوج لي تتبت بأن نرى عندي ديالي ها هم الإشارة أخي المتتبع الكريم والغريب في الأمر هنا أن هاتسي تيجي ببعض الوطائق اللي بغي يحاولي وصل هذا الرسالة عبر هذا البرنامج المباشر في قناة شوف تيفي الغاية أننا شوفوا أننا كلنا الحمد لله سواسية أمام القانون ومن بعد ما هاتسيد حسب ما يدعي ودائما أقول بأن السيد الرئيس عنده حقرد لأن هذه اتيامات خطيرة جدا وخاصة أن السيد يقول لك ما بيني وبينا الرئيس الجماعة حتى شي حاجة أنا عايشت ما تاجر ولكن بدأت الحرب بيني وبينا حيث بدأت الدعاية للانتخابات حيث ما أننا نستعملوا الشرطات في حقها للناس الحرية مكفولة لكل مواطن يختار الصوت ترجمة التنسيئة التي سوف يمتلو في جميع الأجهزة الانتخابات نرى ما هو حكم القيام بإنتخابات في التنسيئة اليوم سأعتصد صوت الأنتخابات يقوم بإمكان المتحدة في تلك البلاسة تبلت و أردى الزنقة و أردى الزنقة و أردى الزنقة يقوم بإمكان المتحدة لتلك البلاسة بالسيما مشي تدعيت هاداك السيد لي حليش راجمه لديك البلاسة حكمت عليه المحكمة بالإغلاق هاداك السيد بقى ساد واحد شي شوياجة عنده الرئيس قال له أنا غادي نعطيك وثيقة بأن البلاسة رازنقة وسير حلو خليه يمشي فين ما بغى احنا بنا نعرفه وش هاد الشيء هاداكين هاد القانون في المغرب من بعد ما قال له سير ويحل فين ما بغى هاد يمشي هاد الراجل غادي تقدم بطلب السيد عامي الإقليم محمد فتاح والذي أشكره من هاد المنبر لأنه سارع بإرسال واحد اللجنة ديال المعاينة ديال الأشواق هاد اللجنة كتقول بأن فيها قائد قيادة مولاي بوعزة والسيد الخليفة ديال سبت اي طرحو وممتل الوكالة الحضارية ديال الخنيفرة ورئيس مصلحة التعمير والبنايات بالعملة ورئيس الجامعة الترابية ديال سبت اي طرحو كين معهم حتى التقنيل الجامعة الترابية ديال سبت اي طرحو دائما هناك يقول بعد الاطلاع على وثائق الملف والقيام بمعاينة ميدانية من طرف أعضاء اللجنة البقعة موضوع الشكاية التمس رئيس المجلس الجامعي لسبت اي طرحو بتمكنه مهلة زمانية ديال عشرين يوم باش انه يتاخد القرار الصائب في هاد الموضوع ديال هاد الراجل اللي حسب الحقراء علاش حيث ما بغاش يترشح او لا يلوح الصوت اللي كان علاجان تسيد رئيس حسب دائما ما يقول واكد ان حق الرد مكفول ولكن الى كان هاد شي بصح ربما كين اللي جان وكين مصاريح دا الردع وكله ناسا واسية دائما اعمل قانون من بعد ما توصل هاد الراجل به هادا بهذا توصل به سيد عامل اقليم صار عامل اقليم باش يجاوب هاد المواطن وغادي يقول له بان عشرين يوم ايها المواطن البسيط ان الحمدلله كاين الناس كين نوزها بان عشرين يوم غادي تحل المشكل ديالك وغادي الرئيس يجاوبك من داك النهار هو يخبر الرئيس ما عاود شا عاود تاني من ثم بدات العداءات وبدات ناضهات السيد ناضهات السيد ناضهات السيد من عوض ما يجاوب السيد عامل اقليم ناضه السيد عدد دوكين واحد المعاينة تعاون قضائي اش كتقول كتقول بان صار عالسيد الرئيس بتبليط البقعة عهد المواطن بحجة ان غادي يدار فيها شي حاجة للصالح العام على المدى البعيد في حين ان من ضخ النار اللي تبلطت وهي هكذاك فمن هاد المنبر وناشي تسيد الرئيس على التراجع على هاد القرارات تعاد السكينة ناس بوسطاء ناس كرماء ناس اللي تيقولوا العالم تواب تشفوق الرؤوس ديالنا ما يقع في اقليم خنيف رامن حرب بين السياسيين والانتقامات على بعض القبائل مرجبل ربما خطير جدا وما يقع في جامعة اجل مم ازكزة وما وقع في مريرس وما يقع في الجهة وما نتوفر عليه من خروقات وبلطاجة وكتب اعتبروا الناس انكم زعماء رهل لا يرضي عليك انا لازلت اقولوا الى شي مسؤول اخلا بالمسؤولية اولا بشي تحاوروا لا نعسوا تلتسعو 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 تلتقش تلتنار عاد فاق ربما هدا قرع عليها بعده وصحر عليها ودوز ليكونكور ودربتام مارا ودار ستاجات وشوصل هرك ما قمت احدوا كانت تلتقى الراجل ما عندو تعلقة قاع ضاق على عباد الله تقو فيدوك عباد الله أولا سافي يدخل أولا تبنائي بر برنامان أولا عندو تقاعد مريح أولا عندو الكاتكتات والممتلقات والجيمات في حين أنه مضرب شعلياته ما لا للقرية ولا للصير كيف تستغل؟ تستغلو 15 يوم ديال البساطة والبراءة على ساكينة المغرب العامي هنا لا أقصد سيد الرئيس تعسيب سيطرحو بل أتكلم عن العموم ديال المنتخبين لأن المشاكل تعاد الناس قوبي كولي هنا مور الجبال إذن من بعد ما بنت أن السيد أمر تعهد أمام اللجنة ورسل السيد عامل ورسل السيد عامل بكل فخر أنه جاوب هاد المواطنين بزربة وعطا عشرين يوم من داخل النهار تم تفليط البوقعة من هاد المنبر تناشدو جميع المصالح أنها تتخلع الخط وتعتق هاد المواطنين لأنها باركة من الهجرة من القرية المدينة را تنشوفو ضيور الصفيح في المدون الكوبرا تنشوفو الناس لإخوات من مور الجبال ومع مراد النواحي ديال الضر البيضة وديال موضول الكوبرا اللي الدولة ملقاتش لحد ولكن نزيف ديال الهجرة تعهد الناس هو بحل هاد الحادث نشوفو آخر كلمة كان معكم حوكم حميد العقاوي في واحد برامج دي كانت منه تكون إنسانية والغاية أننا نشوفو نشوفو هاد الناس فالحلم التي حلم صاحب الجلالة أن يشوفوهم مخاصة في الخطاب المالكي اللي قال فيه بتقريب أن بعض الفئات ديال المجتمع كتبقى في المالك فهنا الشعب أعرف بأن الحمد لله دولة عندها مالك ديالها وعارفة اشتيترا فتنتمنى وتراجعوا معكم لأن الوقت بدلت وتنشوفو رامون تخابين رامون في السجون وبرلمانيين في السجون والسبب هو حيث تقول لك الأمازيغي وفت قذسك ما ديسن قذس المياه وسمونة اللي قرم سوى ما نستلون ونريخ فيشا سنخثي وثمين ونريخ فيشا سنخثي ونشوفو أخر كلمة اخوان الله يرحم لكم الوالدين اللي شفت شي هدا ولي عرف شي حاجة ولي بغي التعاون معايا الله يرحم لكم الوالدين كما تشوفو رئيس الجامعة الحقراء هذي اللي دار معايا العماري ميمون رئيس سبت ايطرحه رئيس الجامعة سبت ايطرحه هاتسيد هادارة عشان قوليكم مكينش لا تكوين ولا مبدأ ولا والو لكن الواقع تجي الانسان بحل ماهوكو جيب القانون ديالكو بملكية ديالكو بحوجوج ديالكو وتتوصل عدو احد الانسان اللي يجي هو ما مكوونش وتي دير معاك بحل ماهوكو اخوان الله يشازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين اللي عرف شي حاجة ولي بغان انتواصل مع هاتسيد هادارة نجي معان ندير نواتسيد مقابلة مرحبا ماهوكين تشي تشي مشكي اللي يجازيكم بخير الله هادارة اخوة هادارة هاتسيدادارة تغاعلية بزاف هاتسيدادارة من الالفين وسبعتعش ووحاقرني انا ما عرفتش اشن الحل اللي غادي ندير معاها الله يجازيكم بخير لكنش واحد اللي غايت تعاون معايا واللي غادي عارف شي طريق مناش ندوز يرسلني ولا يرسل هاتسيدادارة هاتسيدادارة خلصت فلوسي وبشالية كل شي كانت عندي بيكو بتبعتها في المحاكم والسيارات ديال الادارات ما بقاش عندي ريال واللي تنتجاري على هاتسيدادة بحلاش يوعد هبيل بحلاش يوعد تنكب المفشي سطل متقوب الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير الاخوان اللي تعرف شي حاجة او اللي بغي تعاون معايا بش عاجة القانون مرحبا بي الله يرحم لكم الوالدين ماهو المهنه ديالك اخويا حرفتي التجارة دابا هاتسي قاعديني خدمتتي مش حال بشتريتين بقع واحد وثلاثين مليون بشتريتين البقع واحد وثلاثين مليون مشاتلك دابع لاسلام تفرحش بش بغي نديرت انا مشروع ديالي بغي ندير محان نحط في سلعة اتشي اللي بغي نديرتشي حاجة اخرى بشي يجيل عدد سيد ديتلو شي حاجة ديالتو ولا ديت ملك ديالت دومين والدولانا مدي ملكية ومشيت قالوا لي غادي تمشي تجيب الاصل ديالا مشي تجيب الاصل ديال تمانية واربعين كينا عندي وثيقة ديال مسيو قاضي فاش كان شديك الارض هذا غاوري كان شديك الارض وهذا رئيس ديال الجامعات يقول لي انت سوسي ممكن لك شتملك عندنا وانا عندي ملكية ديال غاوري فاش كان شديه مسيو قاضي ومتيت رأي عنده ديك البقاة وانا عندي شي حاجة زاز مع السيد الرئيس او نشي عدد بدول الانتخابات عدد مجيكي وانا عندي شي حاجة مع مري عرفتو مع مري شي حاجة توصلت للجامعة بغيت ناخد حقيق قال لي انت سوسي ممكن ليش نعطيك مجلي يحتى الصوت ديال الحركة ممكن ليش نعطيك قنات شوف تيفير تأيت ان مادام ان مجموعة المئات الالاف ديال ساكينات المغرب العاميق تتعاني حاولنا اننا نديروا برامج بهذه الطريقة دائما ننتقلوا الاعمال ديالنا مجانية مئة في المئة تطوعية انسانية حاولت باش اننا بدان نمشي ونوصلوا حتى البلاسة ديال المعاناة ونحاولوا لانا ناس اللي محشومة اننا نجد العودة دار البيضة باش يديروا برنامج هكدا والناس بساكن ساكنات المغرب العاميق ما عارفاش تفين ترد بالراس في المدينة ناس بوسطة ناس اللي حشومة نتسببوا في الهجرة ديالهم علاش لانا كين شاطط دائما اقول ان السيد الرئيس ناقله هاد السيد خطير جدا انا عنديش دولي دات كنما الولد ليازلي اولادي كنما نعرفاش نوادي وقع بنيوبين وحق الرد سيد الرئيس مكفول مع المطالبة ديالنا كا اعلاميين الغاية باش نوريو المجتمع المدني ولكل الشرفاء فهذا البلاد اشتي وقعمور هاد الجبال ارتايت انني هاد العام ان شاء الله ما عليكم الا الدعاء ان شاء الله باش الله يوفقنا بالفضل ديالكم وديالكل الشريف نحط الرحال في بعض القرى النائية وراء الجبال لانا حيث تسمع بحال هات الشي تيضرك خاطرك بزاف مش حال باش تريد ذلك البقعة واحد وثلاثين مليون واحد وثلاثين مليون نعرفش باش تجمع واحد وثلاثين مليون في المغرب العاميق ربما راية ثلاثميات مليون ديال في المدينة او الالكيفالون لانا منين غلي يجيك الريال مورا ديال كان معاك نعم نحاولو اخذ السيد الرئيس من هاد المنبر وناشدوكم احترام قرارات السيد العاميق ومعاك نعملو امام الله وامام الضمير المهاني والاداري حيث ترسلو مثلا هنا اللجنة قالت لك عشرين يوم غادي ترد اللجنة اللي مكونة السيد الرئيس من قائد قيادة مليي بعزة وخليفة ديال مركز ايه ستيت رحول ووكال الحضارية والمصلحة ديال تعمير والجماعات الترابية والتقنية فهذا كاحتقار لهذا المصالح احتقار انا بلية لهذا المصالح حيث تشوف عماله هزو طموبيل هادو ده برقس كنا تقريبا تلقى استاد طموبيلات استاد الموظفين ضيعون هار كامل تماما باش يوصلوا لسيد العامل حقيقة حسب تعليمات ديالسيد العامل ولكن في الاخر مشاو الجاو مشاو تاني ميزاني اخرى والنتيجة لازل المواطني يعاني كان معكم خوكم حميد العقاوي ونخليو عفوا اخر كلمة للاخ اللي تنتمنى ان شاء الله تكون ادا صغياء وبدأت نصفوا هاد الناس اللي عندهم الله والشعر ديالهم دائما الله والوطن والمالك توابيت كينا في الدم ديال هاد الناس الحمد لله ومفخرة لهذا الشعب ومفخرة لهذا البلاد ومفخرة لكل واحد غير فكافانا استغلال ديال المعاناة ونسببو في الهجرة لمدينة سوف نشوفوا حتى بتزامونا مع هاد لفاقد فروا ديال هاد التساقطات التلجية سوف نشوفوا الدولة والنزهاء ديال هاد دولة من مجتمع مدني وقيوة امنية كي يحاولوا يجاهدوا بالانجاح حملة صفر متشريد ناعس في العراء فكافانا باش نساهمو احنا نسببو الهجرة والاخرين مساكنتين يضربو تمارا عليها في المدينة تبارك الله عليكم ما تخدش بكم الحالة الصحية ديالي شي شوية رعيا اخواني ولكن كان علينا لازم اننا نوصلوا هاد المعاناة اللي بفضل ببرتاج ديالكم ربما الله سبحانه تعالى غاد يعودها تسيقه وهدي كل فضل ديالكم تحية خكم حميد العقاوي اخر كلمة اخواني الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين هذه اخر كلمة من عندي اللي بغى يصوت على شي واحد يكون يصوت على شي واحد يكون عندهم مبدأ ويكون مكون حاليا الانسان إلا كان مكلخ ما اعرفت اشي حاجة وتيصوت عليه بنادم بنادم اذا كانوا يكونون الناس اخلاق وولاد والديهم يكونوا ناس معقولة وصراحة ومعقولة هؤلاء الناس الذين يتعبون من هذه البلاده في عام خمس سنين تدخلون فيلا والطموبيلة انت تجريش السنين عشرين عام وثلاثين عام وثلاثين عام وفي عام خمس سنين تدخلون فيلا والطموبيلة هذا شيء لا يعقل بشأنه لاحقا يضحك عن مواطنة تأتي بأحد يقول له هذه البقعة ما عندكش فيها وتصفت له واحد سمصار تديها منه بتعمل اللي بغى هو هاتش اللي بغين يوصلوا لي الناس هذا تقول ليتما ما تسالش ما عندكش انت حقك ماشينا انت سوسي وتصفتوا لي الناس يعتوني نستمان باش يديو عندي الارضية الله يجازيكم بخير على الناس هذا الله يرحم لكم الوالدين اللي عرف شي حاجة ولا اللي عنده شي حاجة اللي باش يوصلني ولا باش يفيدني الله يجازيه بخير والله يرحم لكم الوالدين وعاش الماليك عاش الماليك عاش الماليك عاش الماليك الاسم ديالك خويا وفين كين هاد البلاسة الاسم ديالي سويس يونس البلاسة في السبت اي طرحه قيادة موليبو عزة اقليم خنيفراء اذا كانت منه اخواني رأفتان بهات الشاب لمسخش باش انه يهاجر حاولوا سفيج مع خويا نولو راق ديالك حاولوا اتبرتاجيوا باش انها توصل اوروبا مارا كده وثلاثين مليون كيما قال واحد وثلاثين مليون اولا مش حال رامتي يجمعها غير فم وخاصة هنا فهذا الجبال هذه الحقيقة كل واحد يعتبرو خوه يعتبرو بانه انتبرس كوقعة تلك هات الشي فحس بي الله ونعمل وكيل دائما اقول حقرد مكفور السيد الرئيس اعمالنا تطوعية مجانية الغاية اننا نوصلوا بهاد تقارير بالصوت والصورة وبكل جراء وبراءة المعاناة ديال ساكينات المغرب اللي كانت منه اننا مهمة لاشكافي ان كينا الدولة عندها نزاهة ديالها عندها ناس اللي كانت امن بالرسائل العفوية عبر الصحافة المغربية وخاصة وراء الجبال الفتاحية لكم وكيما قال الله ياخد الحق الله ياخد الحق وتنتمنى من السيد الرئيس انه الى كانت عنده ما يتبت انه هات الشي ما كانش فاعملنا تطوعية ومجانية ونتمنى من كل قيوة مقابلة مقابلة مع السيد العامل وهذا السيد هذا يطع لي اي واحد مسئول اي واحد مسئول في هاد دولة ولا اي شخصية مسئولة في هاد دولة بغت ندير معه السيد مقابلة ندير معه مقابلة را لحد الاخر وصلت له هاد السيد الله يجعر بي فكبينه وبينه باللتي هي احسن وهد الناس هدو را تغاوه تغاوه عندنا في البلاد تغاوه هاد الناس راوم طاغين ورام مكونين شو ما عندهم مش مبدأ هرا اللي جل شي منصيب تيدخل له تيولي واحد اخر الله يجازي يكون بيخيه يا الله اخويا اذا حق الرد مكفول دائما اقولها وتنتمنى من السيد عامل صاحب الجلالة وكل غايور هنا في هاد الاقليم فتح تحقيق حول هاد تدعيات ديال هاد السيد اللي ماسخاش بالارض دياله ما فيه ما يمشي تغرب فبلادت الناس تحيات حكوم حاميد العقاوي